The types of transitive verbs Ffuhli Mufu The types of transitive verbs The main word is an intranstitive The types of transitive verbs Can you move your car? Yes So that's an intranstitive And the intranstitive verbs Is not in intranstitive Ffuhli What is it? It's a note وهي الأمثلة ممكن نستفاد منها للتذكير فعل لازم فعل متعدي فعل ياخذ مفعول به باعل فعل مفعول به سوف نحكي عن أنواع الفعل المتعدي بعد ما عرفنا الفعل المتعدي هو الفعل اللي ياخذ مفعول به اللي يجو وراه مفعول به سوف نحكي عن الفعل المتعدي وأنواعه مجددا يسمع المونو ترانزاتف فيرب شنه يعني monotransitive verb يعني فعل ياخذ مفعول به يعني شلون ياخذ مفعول به واحد one object john carefully search the room john فعل carefully هاي ظرف carefully search فعل the room مفعول به سؤال كم مفعول به عنده بالجملة عندي مفعول به واحد the room الغرفة إذن أنا حتشي على search سوال فكلتها حتشي وين على search هذا search راح أقول علي monotransitive ليش monotransitive لأن أخذ مفعول به واحد أنا طبعا دعا أحكي عن الفعل ما دعا أحكي عن المفعول به أنا أريد أعرف الفعل شنه نوعه شلون أعرفه عرفه من جيرانه بسه واحد أريد يخطب بنت أو إذا ابنه واحد تقدم لها وحنا أريد نعرف هذا الشخص زين أم مو زين هاي البنت زينه أو مو زينه شلون نعرفه من الجيران أجعله الجيران سلام عليكم بيت فلان شو تقولون بيهم والله يابا خوش ناس ذوله والله ذوله مو خوش ناس نتأكد مرتين ثلاثة أربعة إلا نسأل إذا لازم نعرف نوعية البشر لازم نعرف نوعية الفعل أروح على جيرانهم ذروم ذروم فعل واحد إذن طالما مفعول به راح أروح على search ناجعله applied and apple ناجعلهふال الآن عندي غيف يريد議 عرف شنو نوعا أروح على جيرانه اروح على الجيرانه اللي قيت غير an apple يعني مفعولين به ثنين طالما مفعولين به ثمينًا سأقول DIETRANSITIV ليش DIETRANSITIV ؟ لان اخذ مفعولين به ثمينًا شون عرفته ؟ من جيران اجي على الفعل BY اللي هو معناه يشتري هذا الفعل BY إشتري هذا الفعل BY إشتري كلي دع أعرفه شونه نوعه شلونة أعرفه أروح على جيران عندي GAL ADRESS مفعولين به ثمينًا اذا رح أقول علي DIETRANSITIV SEND علي أبوك SEND هذا الفعل أريد أعرف نوعه أروح على جيرانه علي ابوك عندي مفعولين به ايسيد علي ابوك الان عندي ذول اثنين شخصين علي ابوك واحد زلم اعاقي ابوك مفعول به اللي هو جماد اثنين عندي اص Indeed اخذ انه اذا سأقول علي دايンタالع داي في اجل شمعين con نوعين اثنين شيئين مختلفين علي شيء و ابوك شيء قيل شيء و دراس شيء قيل بنت و قبل تمفاح شيئين مختلفين فعل متعدي يأخذ مفعولين اثنين طيب هس راح نروح على الكمبلكس ترانزاتيب فيرو الكمبلكس ترانزاتيب فيرو اللي هو الفعل المعقد اللي هو فعل يأخذ مفعولين به اثنين متشابهين شو يعني متشابهين يعني اثنيناتهم نفس الشي I name the baby علي I name the baby علي سميت الطفلة علي أنا اسميت طفل علي الآن سؤال هل بيبي وعلي هم نفس الشخص نعم اثن النايم راح اقول عليها كومبلكس شون عرفتها كومبلكس لأن هذول عندك نفس الشي I choose علي منجر اخترت علي مدير لماذا علي هو منجر ذوله لماذا عرفا لماذا choose هو كومبلكس لأن علي ومنجر نفس الشي حسا واحد يقول لستاث انا خربط لا ما خربط حسا راح ايضاك شرح نجي على داي ترانزتف هذا داي ترانزتف I send علي أبوك الفعل هذا ما التي send أريد عرفه شون النوعه أروح على جيرانه من المجرانه علي وبوك أقول عليهم سلام عليكم وعليكم السلام علي عاقل وبوك جماد اثنين هم مختلفين علي وحد وبوك وحد ما متشابهين إذن راح اقول على هذا الفعل داي ترانزتف طيب والكمبلكس أجعل الكمبلكس أجعل النام هذا النام وبيبي علي هل علي أنا سميت الطفل علي هل علي هو نفسه بيبي نعم نفسه إذن راح اروح على النام أقول له أنت كومبلكس شون عرفته من جيرانه I make him chairman خليت المدير أنا خليت أحمد المدير أخليت علي المدير خليت ساعدوني ساعدي مدير طبعا ساعدوني ساعدي مشهور هسه بالتربي تحياتنا إلي Zin I name him chairman الهم والتيرمان الهم والتيرمان الهم مفعول به والتيرمان أيضا مفعول به هل هم نفس الشخص نعم نفس الشخص إذن لأقول علميك كومبلكس سلامة خيركم هذا كل ما بالموضوع كل ما بالموضوع طبعا هذا التخطيط ممكن تستفادون من عنده الفعال ببجيك العام تقسم إلى intensive والextensive بعدين أصير ترانزيتف والإنترانزيتف بعدين أصير مونو ترانزيتف ودي ترانزيتف وكمفليكس ترانزيتف سيجيك سؤال واحد يمرتب عراقي يسألك سؤال يقول لك استاذ أنا شاء الله سأعرف بالامتحان هاي ترانزيتف انتنسيب دخيتان استاذ لا 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 كل ضوخة معكم خليكويا جاك بالامتحان الاستاذ قال لك طاك جملة وقال لك انطيني نوع الفعل بالامتحان راح يحدد لك يقل لك اريد extensive اريد intensive اريد ترانزيتف اريد انترانزيتف اريد مونو ترانزيتف اريد داية ترانزيتف مو مشكلة عادي حل لك صحيح انت منذ التب راح يقول لك صح ليش لانه هو حدد لك اصلا قال لك اريد ترانزيتف انت بالنسبة لك تفلسفت زايد وقلت والله استاذ والله العظيم استاذنا ما يحدد لنا يا استاذ والله ما نعرف والله يا أخوي ما ندري ما يحدد لنا استاذ بس يقل انه نوع الفعل احنا جامعتنا صعبة احنا استاذ احنا بس عركبك وحدة 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 تعالي امي وانا راح افهمك نقطة نقطة الاستاذ ما احدد لك ما قال لك اريد هذا انتنسيف اريد اكستنسيف اريد ترانزيتف اريد انترانزيتف ما احدد لك جاب لك جملة مثلا على سبيل المثال خلي نقول جاب لي مثلا he is student he is student وانا حاير شي اكتباني اكتب هذا انتنسيف لو اكتب لينكينج فير شي اكتب اجاوبك اقول لك اشتكتب صح لانه الحجي نفس الشي يعني اذا انت قلت الاستاذ هنا لينكينج فير فعل ربط جوابك صحيح اذا قلت استاذ انتنسيف جوابك صحيح حلو زين استاذ اذا جاب لي مثلا they make him chairman they make him chairman زين استاذ انا هو ما محدد لي ما قل لي ترانزيتف اذا كتبت له complex transitive جوابك صحيح اذا كتبت له ترانزيتف جوابك صحيح اذا جابت له كتبت له extensive جوابك صحيح لانهما كلهم صحيح بس مو مثلا قال لك make make او مثلا على سبيل المثال make او تكتب له او تكتب له in a transitive وتقل لها لا انا ستختلف انت تمشي على المعلومات اللي انا منطقيا اياها هو اياي فانت يعني طالما الفعل صحيح حل لك صحيح مو مشكلة اذا هو ما محدد اما اذا هو محدد له فهو خلاص امورك طيب لهنا نتوقف عن هذه المحاضرة ان شاء الله فهمتوا اي سؤال او استفسار انا حاضر وحياكم الله